أفادت وسائل أعلام تركيا رسمية بأن ما لا يقل عن 25 ألف مدنيين فروا من إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغون سبلات عزيز القدرات العسكرية لجيش بلاده مع كبار المسؤولين العسكريين على ما ذكر الأعلام الرسمي مع قرب انتهاء مهلة منحتها بيونج يونغ لواشنطن لتقديم تنازلات وترأس كيم اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية الشمالية أن كيم قدم تحليلا موجزا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد اشتركوا في القناة